بسم الله أبو الأبن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل تأملاتنا في سفر حسقيال هنبدأ صحاح 32 والجزء ده كله عن دينونة الأمم وخراب الشعوب الوسانية على يد مملكة بابل بسبب شرهم بعدما جد تهديدات وأخبار صعبة على بلاد اليهود صحاح 32 بيقول كان في السنة الثاني عشر في الشهر الثاني عشر في أول الشهر أن كلام الرب صار إلي قائلا يا ابن آدم ارفع مرثى على فرعون ملك مصر فرعون ده أخذ وقته يعني كذا صحاح في تركيز على مصر وفرعون مصر بسبب الكبرياء الشديد اللي كان فيه وكانت ساعتها مصر يعني تنافس أشور والأشورين دكوا الدنيا كلها وبعدين بقت مصر تنافس بابل وبعدين مصر بقى ساعتها يعني خادت حقها على يد بابل بسبب الوسانية والكبرياء قل له وشبهت شبل الأمم وأنت نظير تمساح في البحار لو تذكروا من الصحين كان التجبيل الأساسي لفرعون مصر إنه التمساح الكبير على اعتبار كان يعني بيعبدوا التمساح وكان النيل فيه تمسيح والتمساح كان بالنسبة لهم يعني حيوان ضخن إنما ده لو عاش بره المية شويتين ينشف ويموت يعني فهنا فرعون مصر عاوز يطلع من توبه وعاوز يعمل فيها أسد يعني وقتها ويزقر كده على كل الأمم المحيطة رفين لما واحد يكون شايف نفسه أكبر كتير من حجمه دي مشكلة ناس كتير إنه بيبقى مش عارف ضعفه ومش عارف حدوده ولما بينجح في حاجة بيتصور إنه يقدر ينجح في كل حاجة وطبعا فيش هنا ربنا يعني لو فيه ربنا يبقى فيه التضاع إنما بيبقى باصص لنفسه كأنه يقدر ويقدر ويقدر في الحالة دي بقى لا حصل شبل ولا أسد ولا تمساح ولا حاجة خالص ربنا ساعات يسيب الإنسان يعلى 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 لعله يعني يشكر ويفتكر إن ربنا هو اللي كبير ويعرف قدره لما يقرب من نهاية حياته إنما لما الواحد بيقضل يعلى يعلى وبعدين يصدق إنه هو بقى يعني كأنه ربنا يعني لازم له وقع جمده وشبهت شبل الأمم وأنت نظير تمساح في البحار انضفقت بأنهارك وقدرت الماء برجليك يعني تعرفين بقى زي اللي بيبرطع ويرفز كده فطلع نطور الماء يمين وشمال بطريقة يعني تأذي تأذي هو عشان كده بيقول قدرت الماء برجليك تقضي مية مصري يعني ساعته الإنسان بيأذي نفسه بكبرياءه يعني يأذي اللي حواليه طبعا متكبر غضوب والمتكبر متعالي ممكن يهين الناس ممكن يدوس ممكن يظلم ممكن يعير ممكن يهين كل ده يطلع من المتكبرين إنما كمان المتكبر عمال يقطع في روحه ده بيبقى زي المجنون فهنا قدرت الماء برجليك يعني أنت الماء اللي هتشرب منها أنت قدرته زي راجل يكون متكبر في بيته وعايش في نكت على طولتها ما هو أنت سبب النكت في حد يعيش مع زوجة وأولاد نعمة من ربنا يفضل طايح فيهم طول النهار وبعدين تقول أصل البيت وحش ما هو البيت وحش بسببك أنت دايس على الناس فقدرت الماء برجليك هتيجي تشرب منها هتلاقيها طعمة وحش في ناس كتيرة كده بتحطم حياتها وسعادتها بكبرياء كل الناس اللي بتمشي في الشهوات وحب المال والطمع الشديد والكبرياء بيقدروا ميتهم برجليهم وبالتالي بيقضوا أيام صعبة أوي وفي الآخر لو ملحوش يتوبوا طبعا في هلاك أبدا عكرت أنهارهم في ناس بتعكر كده الحياة بسبب كبرياء هكذا قال السيد الرب إني أبسط عليك شبكتي مع جماعة شعوب كثيرة وهم يصعدونك في مجرفتي يعني إيه أنت عيجي لك بقى اليوم اللي ربنا يحط الشبكة عليك زيك زي أي سمكة أو تمساح ويشدوك بره بقى واعتف فخ الصيات خلاص وهو الشيطان بيفضل يعمل الإنسان في كبرياءه لغاية فجأة ما يكتشف أنه تراب وأنه العمر بيخلص وأنه ضيح حياته كلها وأنه ما عملش خير وأنه لم يزجد لله ولم يعبد الله ولم يعرف الحقيقة أتركك على الأرض عارفين بقى إحنا قلنا التمساح لو أقعد على الأرض كتير ونزلش المية حالة مش كويس أطرحك على وجه الحقل وأقر عليك كل طيور السماء وأجبع منك وحوس الأرض كلها خلاص بقى هيبقى مأكل للوحوش لأنه جلده خلاص بينشف وكأنه بيعفن أو يعني بعد ما بيموت كده ألقي لحمك على الجبال وأملأ الأودية من جيفك وأسقي أرض فيضانك من دمك إلى الجبال عقاب صعب ونهاية مؤسفة جدا للناس تبقى مشهورة وعظيمة ومعروفة وبسبب عندها وكبرياءها تنتهي ويطويها التاريخ وما حدش يبكي عليها حتى لأنه طبعا النوع ده بيبقى مفتري ما بيبقالوش حبايب يعني وتمتلئ منك الأفاق وعند أطفائي إياك كأنه كان له بريق كان له نور كده ربنا يجي يطفي ربنا يحمينا أي نعمة في حياتنا تستحق دايما الشكر عشان الشمعة دي تفضل أيدا على أقل احمي شمعتك بأنك تشكر كتير أسطر على نفسك داري على شمعتك تئيد لما تداري وطبع حياتك فيها خفاء وفيها شكر وفيها تقدير لله فيها تسبيح فيها عمر رحمة كده أنت ماشي في سكة مظبوطة حتى لو فيها أفراح وإنجازات ربنا يدمها عليك عند إطفائي إياك أحجم السماوات وأظلم نجومها وأخشي الشمس بسحاب والقمر لا يضيء ضوءه وأظلم فوقك كل أنوار السماء المنيرة يقول الأباء لما الواحد تبقى مخه في الأرض قوي خلاص فكر السماء والسماويات وربنا خلاص ضلم يعني ما بيبقاش قادر يشوف ولا حاجة تاني لما السيطان ملأ قلب يهوزة لا شاف رحمة ربنا ولا افتكر كلام المسيح الطيب ولا عرف يعني يفتكر حتى أنه غسله رجلي قبلها بكم ساعة ولا افتكر أي ليلة من اللي كان يحكي فيها معاه ولا العز ده كل كل ده تمسح من دماغه فضلت بس الظلمة مسيطرة عليه لأنه مشي بسكة وحشة فهنا بيقوله أظلموا فوقك كل أنوار السماء المنيرة يجي وقت الرسائل الروحية السماء اللي بتنور علينا دي ممكن تضلم تنشف لما الواحد يفضل يعنيد 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 حتى العزة اللي كانت تأثر فيه تبطل تأثر فيه والآية اللي كانت تفرحه خلاص من كتر العند ما عادتش بتفرحه والحياة الروحية اللي كان لسه فيها يعني إيه حتة زيارة فضلة كده تروح منه الواحد يبقى مركز إنه لو في حاجة عادلة في حياته ما تروحش يلحق نفسه يعني أظلم نجومها وأخشي السماء الشمس بسحاب والقمر لا يضيء ضوءه أظلم فوقك كل أنوار السماء المنيرة وأجعل الظلم على أرضك يقول السيد الرب وأغم قلوب شعوب كثيرين عند إتياني بكسرك بين الأمم في أراضي لم تعرف لما واحد زي كده فرعون مصر بيتكسر فيه شعوب كانت مستفيدة من وجوده كل دول يتغموا مش لأنهما بيحبوا على فكرة لأنهما كانوا مستنفعين من كبرياءه وغباءه يعني فيه واحد يبقى غاني قوي مس ففيه ناس مستنفعة من وجوده لكن لو كلمنا عن حب حقيقي لا أشرار ما يعرفوش يحبه حتى بيحب نفسه بس بيحب فلوسه بيحب جسده لكن ما بيعرفش يحب لا ربنا ولا الناس كلما القلب يقفل كده يفقد حب الله وحب الناس فيتحول إلى أقل من الحيوانات فهنا بيقول الشعوب دي بتتغم لما عرفت أن فرعون مصر اتغلب وقت سقوط يعني سقوط مصر في يد بابل في القرن السادس قبل الميلاد وحيروا منك صعوبا كثيرين ملوكهم يقشعرون عليك قشعارا عندما أخطر بسيفي قدام وجوههم فيرجفون كل لحظة كل واحد على نفسه في يوم سقوطك خلي بالكم المتكبر ماشي غلط وبيبشوا وراء ناس بصين له بإعجاب كأنه هي دي العيشة الحلوة زي أولادنا ساعات ينبهروا يعني بفنان معين بلعب كرة معين طبعا الناس دي كلها ربنا حافظ عليها بس مش هو ده أجمل نجاح يعني بيبصولها على أنه دي شهرة وفلوس كتير أولا ممكن ما يعرفوش أنه فيه كمية تعب قبلها مش قليلة لكن هل دي رسالتك في الحياة هل دي القيمة الحقيقية ليك كإنسان فين معرفت الله فين معرفت الخير فين دورك تجاه المجتمع كله طبعا قلة قليلة من الناس دول المشهورين هم اللي حاسين بمسؤولية عن الناس ومهمومين بهم الناس لكن الغالبية بتبقى عايشة مع دمخة ونفسها وعاوزة مزيد من الشهرة والغنى وماشية في سكة وحشة فدول وراهم بيجي ناس كتيرة قوي بتبص لهم بإعجاب وينبهروا بهذا الموديل كده يعني شايفين إنه يا سلام ياريتنا بقى كده كل دول طبعا بيتكبسوا كبسة صعبة لما يشوفوا النتيجة ومشيين في سكة زي ما سمها المسيح ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون منه فبيقول دول يرجفون كل لحظة كل واحد على نفسه في يوم سقوطك لأنه هكذا قال السيد الرب سيف ملك بابل يأتي عليك بسيوف الجبابرة أسقط جمهورك كلهم عتات الأمم فيسلبون كبرياء مصر ويهلك كل جمهورها يعني إيه سيف ملك بابل كلام محدد التأديب جاي وجاي من نحية بابل هيجي عليك وطبعا الشر يخبط في الشر افتكروا القاعدة دي ربنا بيسيب الشر يأكل بعضه في وقت وده التاريخ كله بيقول كده الأشرار في الآخر بيأكله في بعض لأن الشيطان مش بيحب الأشرار هو الشيطان شغير طبعا فمش غرضوا أن الناس تبقى مبسوطة لا غرضوا هلكهم فلازم في مرحلة تشوف الشر بيخبط في الشر سيف ملك بابل يأتي عليك بسيوف الجبابرة أسقط جمهورك كلهم عتات الأمم يسلبون كبرياء مصر ويهلك كل جمهورها وأبيد جميع بهائمها عن المياه الكثيرة فلا تكدرها من بعد رجل إنسان ولا تعكرها أظلاف بهيمة يعني كانوا يزعلوا أوي زمان لما البهيمة مثلا تنزل المياه فتوسخها دلوقتي لا في مياه ولا في بهايم ولا في رجل إنسان يعني الحكاية دخل على إيه؟ كأنها أرض مهجورة في القرون اللي قبل الميلاد جات أيام صعبة على بلادنا حين أذن أنضب مياههم يعني المياه تنشف ربني يحمي بلادي وأجري أنهارهم كالزيت يقول السيد الرب حين أجعل أرض مصر خراباً وتخلو الأرض من ملئها عند ضرب جميع سكانها يعلموني أني أنا الرب في واحد ممكن يسمع الكلام ده بقالنا صححين ثلاثة بنقول مصر وفرعون وش رغل أصعبة ودينونة وخراب يقولهم ما الأشعية بيقول مبارك شعبي مصر اللي هي لا دي استنى دي بقى رايحة نحية مجيء المسيح يعني الخراب والدينونة كانت قبل مجيء المسيح بعد مجيء المسيح مصر خدت بركة كبيرة المسيح مشي على أرضنا وباركها فبقت بلادنا دي لها مكانة خاصة في السم مكان الوحيد اللي ظهره المسيح على الأرض غير بلده وعاش وسطينا ثلاث سنين ونص وأمنا العدرة بركت بلادنا عشان كده بلادنا دي غالية عند ربنا وفيها باركة فالكلام اللي بيتقال في الأنبياء ده قبل مجيء المسيح أما نبوءة أشعياء فكان واضح أنه بيكلم عن أن ربنا جاي مصر وهيبقى في مسبح في وسط أرض مصر وده ما اتفقش طبعا مع العهد القديم كله المسبح كان لازم يفضل في أورشالي لكن يبقى فيه مسبح في مصر يبقى دي ايه عهد جديد على طول فهنا بيقول حين أجعل أرض مصر خرابا وتخلو الأرض من ملقاها عند ضرب جميع سكانها يعلمون أني أنا الرب هذه مرثاة يرثون بها بنات الأمم ترثوا بها على مصر وعلى كل جمهورها ترثوا بها يقول السيد الرب يبقى على قد الافتخار الشديد على قد المرثاة عشان كده الأباء كانوا يخافوا قوي من المجد الباطل أو المديح القديسين كانوا يقولوا نستحمل الإهانة ولا نستحملش الكرامة ليه؟ الكرامة دي تخوف لأن الكرامة لما تزيد قوي ممكن نيجي بهدالة جمدة بعدها عشان توازن الأمور فاكرين لما القديس بوليس قال لألا أرتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك السيطان ليلطمني وتعب قوي بس كأن ربنا بيقول له معلش دا يوزن دا أنت خدت كرامات كتير وخدت معجزات وخدت رؤى وخدت إعلانات وخدت بلاد خد لك شوكة بقى فقال أنا ما بقيتش مدهي خلص قال لي تكفيك نعمتي قوتي في الضعف تكبل إن كان دا يوازن دا أنا عاوز أروح السم فالإنسان المتواضع ما يحبش الكرامة والمديح وإن جاله إهانة أو تنغيص في حياته وتقبله من إيد ربنا كعلاج كحماية لي من الكبرياء زي ما حصل مع أيوب الصديق فهنا الرساية دي كلها طبعا دي بقى إيه نهاية حالة أو نهاية إنسان ما تبش فالمرثى هي اللي هتكمل إلى الأبد الحزن الرديق بقى كان في السنة الثانية عشر في الخامس عشر من الشار أن كلام الرب كان إلي قائلة يا ابن آدم ولول على كل جمهور مصر واحدره هو وبنات الأمم العظيمة للأرض السفلي مع الهابطين في الجب الأرض السفلية أو تعبير الهابطين في الجب أباء الكنيسة شرحونا دا الجحيم والجحيم دا أو الهاوية كل دي أسماء الجحيم الهاوية الأرض السفلية الهابطين إلى الجب كل دا عن حالة بعد الموت النفس بتروح فين بعد الموت بتروح الهابطين للجب أو اللي اسمه الهاوية أو الجحيم عشان كده المرنم يقول لأنك لن تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يا رفا سادا هنا الأشرار نهايتهم دايما لتحت تبقى أجسدهم على التراب على الوش لكن نفسهم إيه في الجحيم في الأرض السفلية وعشان كده نقول للمسيح نزل إلى الجحيم من قبل الصليب إلى الأرض السفلة عشان يخرج أرواح الأبرار اللي انتظروا اللي حبوه اللي رغم أخطأهم كبشر كانوا بيجهدوا عشان يبضلوا مسكين في ربنا آدم بقى وكل الأبرار التائبين في العهد القديم دول خرجوا من الجحيم بعد الصليب على طول فهنا بيكلم عن مش بس بقى المصير هنا ما فرعون كده في الزمن ده مات ومات متصعب وبعدين الأرض تبهدلت والأمم اللي كانت مستنفعة كلها تكسرت والخراب دخل بسبب بابل طب ده المنظر اللي قدام عينينا لا استنى مش دي الدينونة بس ده الدينونة أصعب من كده لأن النفس بقى النفوس بتروح فين بتروح إلى الأرض السفلة مع الهابطين في الجب يبقى مش بس ما يزرعوا الإنسان إياه ويحصل أيضا بيحصل هنا قدام عينينا لا ده الأخطر والأصعب أنه فيه عقاب أبدي فيه هلاك أبدي فيه موت تاني مخيف الموت التاني ده اللي هو ما فيه بعد تراجع ولا إيامه خلاص الموت الأول واحد يغمض عينه ينام ده حتى الأبرار بينموه ما يخوفش في حاجة ده الموت التاني ده مرعب ربنا يحمل كل زي ما بيقول في رؤية عشرين طوبة للذين لهم نصيب في القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم اللي قاموا مع المسيح وعاشوا شبهوا كده دول الموت التاني ما يقربش منهم الهلاك الأبدي ما يعرف لهمش سك مما النعمت أكثر انزل والتجع مع الغلف يسقطون في وسط القتلى بالسيف قد أسلم السيف في الجحيم تتسوى الروس يعني إيه مش ده كان فرعون يعود جنبه أصغر فلاح كان في مصر وأصغر واحد وثني من أم غريبة وكله في الظلمة ما فيش بقى كرمات في الجحيم ولا امتيازات لو الناس تفهم كده كانت الناس كلها تتواضع لو الناس كلها أدركت أن الكرامة في السماء للي تعب أكتر وللي حب الناس أكتر وللي كان إيمانه أقوى وللي عمل خير أكتر واللي عاش ملك ربنا وتشبه بالمسيح أكتر هي دي بقى الكرامة الحقيقية لكن كل اللي مشي في سكة الشر كله ده في الجحيم السفلي امسكوها مع كل جمهورها يعني كل الجمهور المنبهر بالفرعنة واللي كان بيعمل زيهم كل ده ايه دخل على الجحيم يكلموا أقوياء الجبابرة من وسط الهاوية مع أعوانه يعني ايه تلمى على صحابه في الجحيم كل أعوانه كلهم بقى ايه متعذبين في الجحيم قد نزلوا نزلوا اتجعوا غلفا قتلى بالسيف الغلف اللي هم غير المختونين وفي الوقت ده إشارة للوسنين عموما يعني هناك أشور وكل جماعات أشور كانت قبل بابل بشوي وكان لها بريق ومجد عالي أوي اللي عاصمتها نينوة هتكسر وكسر تمام وتزلوا ومئات الآلاف ماتوا متصعبة في الحروب كل دول على الجحيم لأنهم عاشوا بفكر حيواني شهواني أرضي فيش حد بيدور على ربنا وعلى الحقيقة فقالوا هناك هتلاقي أشور اللي كنت بتبصلها كمسل أعلى فرعون عشان الأشورين في وقت تحتلوا العالم كله قبوره من حوله كلهم قتلى ساقطون بالسيف الذين جعلت قبورهم في أسافل الجب وجماعاتها حول قبرها كلهم قتلى ساقطون بالسيف يعني كل ما تبص على ناس مشهورة أوي كده ولا أغنية أوي ولا متكبرة أوي مش الكل فيهم ناس أطقياء ومخلصين لكن الغالبية زي ما قال المسيح ما أعصر دخول الأغنية ملكوت السموات كل دول هايبونت وبعدين لو ملحقوش يتوبوا ويصنعوا لهم أصدقاء بمال الظلم اللي فتحت إيديهم ده ده عقابهم صعب زي الغني في مسأل الغني والععزر بالسيف الذين جعلوا رعبا في أرض الأحية يعني هما كانوا مسكين السيف للناس وبيهددوهم وشدين عليهم زيادة هو ده اللي بعليهم على طول ما يزرعوا الإنسان إياه ويحصد أيضا هناك علام وكل جمهورة إيه علام دي بقى علام دي تعتبر عاصمة مادي وفارس بعد كده اللي فيها شوشا للقصر اللي تسمع عن حكايات أستير وكده لما بلاد فارس جات بعد بابل واحتلت العالم نحيط إيران كده فالعلاميين دول بقى هما ايه كانوا أقوى ناس يعني الأشورين شوية والبابلين شوية والعلامين شوية وكل دول الفرعنة كانوا بيتنفسوا معه بس تتقصروا وقت بقى بالكسرة جمده جم بقى ابتوا علام دول كمان يعني يعالوا صوتهم هما كمان برضو على ايه على الجحيم والهاوية كلهم قتلى ساقطون بالسيف الذين هبطوا غلفا إلى الأرض السفلة تلاحظوا نفس الجملة ليه لأنه كل اللي مشي في سكة الظلمة ومشي ورا الشطان وبقى ابن إبليس هيروح ورا بو وكل اللي مشي ورا ربنا وبيقول أبانا الذي من قلبه هيروح ورا بو فالموضوع سباين فكل دول قتلى السيف وغلفه وأرض سفلية لأنهم اختاروا الظلمة الذين جعلوا رعبهم في أرض الأحياء دول لما كانوا عايشين كانوا مرعبين بس راحوا فين راحوا مع الطراب وكمان أنفسهم في الظلم حملوا خزيوهم مع الهابطين في الجب في الدنيا دايما في أسماء عظيمة والناس تعمل لها مليون حساب وتخاف منها قوي وينتظروا كلمة منهم ويشوفوهم كده يعني ولكنهم يعني آلهة ودول بعد ما بيموتوا بيروحوا فين هتلر في عظامته ده اللي كان يعني مفتري على العالم كله ماهو تنسى واتدفن ويعني ناس كلها ما كانتش بتحبه من كتر الشر اللي عملوا في العالم نما هو كان شايف نفسه ايه ولا كأنه ربنا فالكبرياء وحش ربنا يحمي الناس كلها قد جعلوا لها مضجعا بين القتلى مع كل جمهورة حولوا قبورهم كلهم غلف قتلى بالسيف مع أنه قد جوا على رعبهم في أرض الأحياء حملوا خزيهم مع الهابطين في الجب قد جوا على في وسط القتلى العقاب واحد للأشرار هي سكة واحدة هو باب واسع بس نهايته صعبة قوي خلينا في الباب الدي خلينا نمسك في صليب ربنا يسوع خلينا نحتمل آلام هذا الزمان خلينا نوطي رسنا ونسجد بالتضاع خلينا نحب الناس ونعمل خير كتير خلينا مع الطريق القرب ده اللي نهايته حلوة هناك ماشك وتبال أمم تانية بقى في الشمال شوية وكل جمهورها حولوا قبورها كلهم غلف قتلى بالسيف مع أنهم جعلوا رعبهم في أرض الأحياء ولا يتجعون مع الجبابر الساقطين من الغلف النازلين إلى الهاوية بأدوات حربهم وضعت سيفهم تحت رؤوسهم فتكون آسامهم على عظامهم مع أنهم رعب الجبابر في أرض الأحياء المرعبين اللي كانوا عايشين دول ما تشوفهمش بعد كده حالتهم شكلها إيه أما أنت ففي وسط الغلف تنكسر ما زالك كلام على إيه فرعون مصر وجمهور مصر وتتجع مع القتلى بالسيف هناك أيضا أدوم وملوكها الأدوميين لهم يعني أحفاد عيسو كل دول برضو وسنين وكلهم ملوكهم وجبروتهم وانتهن هياة وحش الذين مع جبروتهم قد ألقوا مع القتلى بالسيف مع الغلف ومع الهابطين في الجوب أنا بمشي بسرعة شوية لأنه هو تكرار نفس المعنى بنفس الألفاظ كمان بس هو بيحكم على كل شعب على حدة بيقول مشوا في الكبرياء لغوا ربنا تحدوا تحدوا إرادة ربنا النهاية هي النهاية هناك أمراء الشمال كلهم وجميع الصيدونيين الهابطين مع القتلى برعبهم خزوا من جبروتهم تجعوا غلفا مع قتلى السيف وحملوا خزيهم مع الهابطين إلى الجوب برضو حملوا خزيهم فاكرين لما القديس بوليس قال على ناس ثابت المسيح قال عليهم بيبكي عليهم في فيليبي 3 قال لما بافتكرهم ببكي لأنه دول بدأوا مع المسيح قال إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم يعني في ناس من شرها تفتخر بالخزي يعني تصوروا لما واحد يفتخر بالزنا بالعلاقات الردية واحد يفتخر بالأزية أنه أزى الناس وبيقف يتمجد بالخزي واحد بيفتخر أنه سرق ونهب وظلم إيه ده ده لازم نبكي عليهم دول ده كده الشيطان عماهم دول ماشيين في سكة وحشة قوي مجدهم في خزيهم فأنا بيقول كل شوية عدة يمكن سادس مرة يقول حملوا خزيهم مع الهابطين للجوب خدوا الخزي ده كله اللي كانوا شايفينه كرامة وطلعوا على الظلمة الكحل بتاعة الجحيم ومنها على جهنم يراهم فرعون ويتعز عن كل جمهوره قتلى بالسيف فرعون وكل جمهوره يعني كأنه طبعا فيش تعزية في الجحيم خلي بالكم لكن يفاجأ فرعون اللي كان بصص لهم بتوع ملوك أشور ولا ملوك علام أنه دول يعني بينفسهم كلهم معاك في الجحيم إذا كنت يعني نفسك تبص عليهم زيادة لأني جعلت رعبه في أرض الأحياء فيتجع بين الغلف مع قتلى السيف فرعون وكل جمهوره يقول السيد الرابع إذن كان عندنا جزء طويل لو أنتم تابعين حزقيال بدأنا من أول إصحاح خمسة وعشرين ودينا خلصنا تنين وثلاثين كل ده عبارة عن دينونة الأمم ثمان إصحاحات عدى بينا على شعوب كثيرة قوي وانتهى بمصر بالذات خدت حقها في الكلام لأنه كل دول متكبرين كل دول ظلموا شعب الله رغم من شعب الله خد خمسة وعشرين إصحاح تأذيبات لأن ربنا بيكره الشر وبيحب الخير لو لقى أي شعب زي نينوى فيهم رمأ كده وهيتوبوا خلاص بقوا شعبه يعني ربنا مش عشان بيقول شعب الله كان زمان يعني اليهود بس لا دول لأنه ولد أبونا إبراهيم وأبونا إبراهيم ده يعني حاجة حلوة إيمان وأعمال وحاجات حلوة لكن كل اللي مش عكس إرطة الله كله بيتساوى زي بعض في الآخر فكل اللي فات ده كان دينونة الأشرار لأن الواحد بيستغرب في الزمن ده الشيطان عاوز يضحك على الناس يقول لهم مفيش دينونة مفيش عذاب أبدي مفيش جحيم ولا حاجة ده موضوع مجازي موضوع معنوي معنوي كل الكلام اللي بيقوله كتاب ده ويطلع معنوي دي بدعة يا أحبائي احذروا منها مسيح نفسه نطأ وقال كلمة نار كذا مرة نار لا تطفى وقال كلمة عذاب أبدي وفي الرؤية يقول بحيرة النار المتقدة وقال ده مكان إبليس وملايكته وعياله عياله دي تفهموها بقى من يحن لما مسيح قال أنتم ولاد إبليس ويحن عادها تاني في رسالته الأولى قال أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس خلاص إبليس واخد ملايكته واللي انتموا لي اللي انتموا لي دول أكتر من اللي انتموا الرباني للأسف لأن أحب الناس الظلمة أكثر من النور إذن الإنجيل واضح قوي وتحذيرته كتير قوي وأبواق الإنجيل كتير قوي والكورونا واحدة من الأبواق اللي بتفوق العالم عشان يفوق أنه أنتوا بصين على كام سنة في الأرض ما تبصوا للحياة الأبدية يعمل حساب المستقبل وقف الشر اللي في حياته كل حقتوك بسرعة وبعدين ساعات يقول لك الكلام ده بيوجع القلب يا حبيبي وجع القلب النهاردة أرحم من وجع الجحيم وجع جهنم للأبد وماله يعني لما ينخص القلب أو يبكت وماله لما نحزن حزن التوبة احنا محتاجينه وماله لما الواحد يخاف عشان يوقف الغلط اللي في حياته الناس مش مستحملة لأنها مش عاوزة حاجة تدايقها عشان كيه مش عاوزة الباب تدايق من أساسه مش عاوزة صيرت الصليب ولا الوجع ولا الزل ولا لا لا هي عاوزة صيرت الراحة بس طب ما هالراحة دي غشاشة الراحة دي خليها الأبدية ربنا وعدنا براحة أبدي لكن الراحة هنا خطر كان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم كلم بني شعبك وقلهم هنا بقى هيرجع تاني حصقيال بيكلم شعبه فنرجع تاني بقى للكلام اللي يحمل نداءات توبة ومعها رجاء بقى عشان عارف ان انتو تعبتم مني الثلاث حلقات اللي فاتت كلها دينونة 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 الواحد ساعات يعني يتعب شوية كده من كتر الكلام لا دايما الإنجلي وازن بعد ما يدينا إشارات واضحة قوي عن الدينونة ويخوفنا يرجع يقول لنا إيه ربنا حلو قوي ربنا طيب قوي ده انت بس ترجع له كل اللي عملته يتسال فهتلاقوا بقى إيه رجعنا تاني لنغمة الرجاء والتشجيع يا ابن آدم كلم بني شعبك وقلهم إذا جلبتوا السيف على أرض جي سيف على أرض تأديب كده جديد إن أخذ شعب الأرض رجلا من بينهم وجعلوه رقيبا لهم فإذا رأى السيف مقبلا على الأرض نفخ في البوق وحذر الشعب وسامع السامع صوت البوق ولم يتحذر فهمين الحكاية؟ أي شعب بيختار واحد عائل كده وناصح منتبه عشان يبقى رقيب يؤديه مكان عائل كده على الصور ويفضل دي شغلته إيه رائب أول ما يلاقي سيف جاي يعني عدوه جاي يبوق لما يبوق الناس كلها المفروض تصحى وتنتبه لأن في عدوه جاي طب لو الناس سمعت البوق وكملت نوم لا بقى يستهلوا اللي يجرى لهم إنما لو هو نفسه نام وما بوقش ده كل زنب النازي هيبقى في رقابته وضحت الرسالة طبعا ده كان تسبيه واقعي لأنه بيحصل في زمانهم فعلا كان ليهم رقباء على الأسوار شغلتهم كده النظر جدا إنما إحنا ربنا حطينا ككهنة وخدام إن إحنا نبقى رقباء نمسك البوق ده ونعلي صوتنا زي يحنى المعمدان صوته صارخ في البرية أعدوا طريق الرب بإصنعه سبوله مستقيمة كل جبل ومرتفع لازم ينخفض يعني وطي راسك وكل وطاء كل يائس لازم يرتفع وبعدين المعوجات لازم تتعدل فده دور الرقيب ده دور أي معلم في الكنيسة لأنه التنبيه والتحذير والإنذار ضرورة وإلا الناس بتستسهل تعيش في الغلط فهنا بيكلم بيقول سمع السامع صوت البوق ولم يتحذر فجاء السيف وأخذه دمه يكون على رأسه لأن السامع سمع البوق سمع الوعظة سمع الإنذار سمع الكلام وبعدين قعد يتفلسف يقول لك أخذ كلامهم متعب عشان اسمع تاني للناس دي ماشي حبيبي بس انت سمعت أن في نهاية وفي عقاب أبدي والمسيح اللي فدأنا فتح لنا باب السماء والسكة مش صعبة لكن اللي مش عاوزها دمه على رأسه فهو مش عاقبه كلامه أحر طيب سمع صوت البوق ولم يتحذر دمه يكون على نفسه لأنه سمع بس مخدش حذره لكن المفروض كان يسمع وياخد حذره لما تسمع أن المسيح نفسه بيقول فيه جهنم وإحذاره 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 وإصهاره واكتهده وكل دي كلمات رب المجد يسوع نفسه طيب تاخد كل الكلام ده واتطنشه يبقى دمك على رأسك هنا محدش يلامت نقدر نلوم ربنا بعد كده أو نلوم الكنيسة اللي ايه كانت تقولي كلام اللي قاله المسيح يقوم الناس تزعل منها أو ترجمها أو تعترض عليها ماشي الكنيسة تتصلب زي مسحة ده طبيعي بس ولادها دول مش يسمعوا كلام الحق فيقول لو تحذر لخلص نفسه تعبير مهم لو تحذر يعني لو خد حذره يخلص نفسه لو واحد خد حذره من الكذب وعرف إن الكذب ده مفيش كدبين هيدخلوا السماء هيخلص نفسه لو خد حذره من الزنا وعرف إن الزنا وفعلة الإسم الهمش ما كان في السماء هيخلص نفسه لكن ما خد حذره واستحلس سكة وهي لا فيها سعادة ولا فيها راحة بال ولا فيها حب ولا فيها حاجة عيدة إنما هو مش عاوز يعمل أي مجهود توبة ولا يوقف حاجة غلط في حياته خلاص يبقى دمه على رأسه لو تحذر اللي خلصناش فإن رأى الرقيب السيف مقبلا ولم ينفخ في البوق دي بقى مشكلة تانية إن الرقيب المراقب يعني بيشوف وبعدين يفضل ساكت يقول لك لحسن الناس تزعل مني يزعلوا منك ما يزعلوا إيه ما يزعلوا يزعلوا ولا يهلكوا يزعلوا إيه يعني لما نتشتم إيه يعني لما نهان كلنا ما فيهاش حاجة بس المهم في قلة قليلة هتاخد حذرها والتوب ده المطلوب فبيقول إن رأى الرقيب السيف مقبلا ولم ينفخ في البوق ولم يتحذر الشعب جاء السيف وأخذ نفسا منهم هو قد أخذ بزنبه أما دمه فمن يد الرقيب أطلوب برضو حكمة جميلة ليه واحد يقول يعني زنبنا في رأبة الرقيب لا أستنى ما هو اللي هيتخذ هيتخذ بزنبه هو وحش هو كده كده ماشي غلط لكن حساب الرقيب أصعب ليه لأنه كان شايف الخطورة جاية ومنبهش الناس عشان كده الخطيئة اللي عن جهل أقل وطأة من الخطيئة اللي عن علم اللي عارف وفاهم حسابه أصعب لكن لازم يحذروا الأخواته ولازم يعلن الحقيقة ولازم يبقى متواضع القلب ملوش غرض غير خلاص الناس زي ربنا لأن الناس على طول بطلقوا لو له غرض تاني مش هيسمعوه أو هيتملقوه لكن لما يكون كلام حق حتى لو بيزعل طبو ماله ياما المسيح لو المجد قال كلام زعل ناس هو إصحاح الويلات ده تفتكروا كانوا مبسوطين بيبتع الكتب والفرجسيين هو لما شد على تلاميذه كم مرة كان كلام مريح هو لما قال للشاب الغني اذهب بيع كل مالك مش مضى حزينة مش كل كلام المسيح كان بيعجب كل الناس يحنى المعمدان مسأل كلام في الآخر قطعوا راسه وهو أعظم مواليد النساء فلنحذر يا أحبائي لقل الكلام اللي يبدو جديد مش عاوزين نسمعه ونعمل زي الجيل اللي تكلم عنه القديس بولس يجمعون لأنفسهم متكلمين مستحكة مسامعهم يعني إيه يجيبوا المعلمين اللي إيه يبسطوهم يقولوا له منتو كده تمام طبعا دول الأنبياء الكذبة اللي بيغشوا كل جيل موجودين أما دمه فمن يد الرقيب أطلبه وأنت يا ابن آدم فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائي كلام بقى الحسقيال أنت دلوقتي رقيبي حسقيال فتسمع الكلام من فامي يبقى الرقيب لازم يعمل ودي قالها أرمية كذا مر لما تراجع سفر أرمية قال لو وقفوا قدامي هياخدوا مني ويقول للناس لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي لكن هما مش عاوزين يوقفوا صاد فأول حسقيال لو تذكروا كان المسيح يظهر ويحط الدرك في بقى حسقيال كده يأكله له أكل ويقول له كله كويس وهضمه عشان تطلع تكلم الناس إذن كل رقيب يعمل يسمع الكلام من فم الله تسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي أنت مش بتقول كلام من عندك أنت بتقول ربنا قال المسيح لو يقول مجد شاور لنا على النهاية وشرح حالنا يبقى لازم نحذر بعضينا إذا قلت للشرير يا شرير موتى انت موتى تقولوا لي الكلام ده تقلقى قبل كده أيوة طبعا لما ترجعوا صحح تلاتة هتلاقوا جزء ده بيكرروا تاني لأن شغلانت الرقيب لما تلاقي الشرير تقوله انت في السكة دي هتموت موتى صعبة موتى أبادية هلاك خاف من النار يبني هنا لما تقول الشرير موتى تموت فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه ذلك الشرير يموت بزنبه أما دمه فمن يدك أطلبه دا إمت الشرير يموت بزنبه أما دمك فمن يدك أطلبه يعني دمه هو هطلبه من يدك لو ما كنتش عملت دورك وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه هو يموت بزنبه أما أنت فقط خلصت نفسك أنت هتنقذ نفسك كرقيب لما تقول كلام الحق مهما كلفك بعد كده المسؤولية على السمع من له أذنان للسمع فليسمع القرار للإنسان ربنا مش بيكبر حد على حاجة لكن حد هيقدر يقول ما سمعناش حد هيقدر يقول ما عرفناش كيف هذا وإلى أقصى الأرض خرج منطقهم وربنا لا يترك نفسه بلا شاهد ربنا عارف وصل حقه لكل الناس أنت يا ابن آدم كلم بيت إسرائيل وقول أنتم تتكلمون هكذا قائلين أن معاصينا وخطيان علينا وبها نحن فانون فكيف نحيا بصوا بقى في ناس لما تسمع الكلام الشديد شوية يجيبوا الوش التاني خالص يبقى ما فيش فايدة وإحنا كده هلكنا وهنعمل خلاص خطيانة كتير قوي وخلينا بقى في الخيبة اللي احنا فيها يعني في ناحية عند واستهتار وفي ناحية تانية تستسلم على طول مع أي كلمة نشفة تجيب وراء وتيقاس وتقول ما فيش حاك ما فيش فايد فيقوب ربنا يرد على دول ويرد على دول فكيف نحيا قل لهم حي أنا يقول السيد الرب إني لا أصر بموت الشرير دي لازم تحفظوها هل ربنا بيفرح لما يلاقي واحد وحش وحش قوي يموت ويهلك أبد مهما كان وحش هل المسيح لو المجد كان فرحان إن اليهود اللي بيصلبوه يهلكو اطلاقا ده مات عشانه ولا الرومان المفتريين دول ولا دول لا يصر بموت الشرير فربنا بيوضح موقفه هو أنا لما بقول لكم النهاية وحشة ده معناه إن أنا مبسوط قوي إن الناس تروح النهاية دي أنتوا فاهمين إيه فبيقول حي أنا يقول السيد الرب وحي هنا يعني ده حق لازم يدخل دماغكم لكأن ربنا بيقسم من أجل قوة القسم قوة الحقيقة دي تي حقيقة لازم تبقى مستقرة جدا إن ربنا لا يشأ أن يهلك أحد إني لا أصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه وياحي وعندنا بدل المثل مئات الأمثل كل قصص التوبة الجميلة دي بتقول إن ربنا بيفرح بالتوبة مش بيفرح بعقاب الأشرار الله يصر بأن يرجع الشرير عن طريقه وياحي ارجعه يعني كل الرسائل دي إن كانت تحذير أو تشجيع غرضها كل محط ارجعوا 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 عن طرقكم الرضية فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل إذن ربنا تاني وتالت وعاشر غرضوا وياخدنا كلنا السم كل البشر بس لازم نرجع له لازم نمسك فيه ليس بأحد بأس من آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص وأنت ابن آدم قول لبني شعبك إن بر البار لا ينجي في يوم معصيته برضو دي مهمة ليه بر البار لا ينجي يوم معصيته أصلي فيه ناس تعمل شوية تبرعات ولا شوية صلوات وبعدين تغلط ويبقى دي نقرة ودي نقرة ويبقى معتبر إن الغلط ده مدفوع التمن بشوية بر عمله فيش كلام زي كده عند ربنا الحكاة مش كده خالص عند ربنا ده يبقى بر مزيف كل ده يطير كل ده يبقى مخشوش بدل هتغلط بقيرتك وتعنت في الشر يبقى أنت لست برا حتى لو كنت بتصوم وتصلي وتعمل صدقات إن بر البار لا ينجيه في يوم معصيته والشرير لا يعصر بشره في يوم رجوعه قد كده ربنا عادل شرير وافترأ لكن يوم ما رجع وساب الشر كله كل الشر اللي عمله ربنا هيشيله طب والبر اللي كان فيه وسابه ورحل الشر البر اللي عمله برضه هيتشعر مش هيتحط خلاص لأنه اختار طريقه بنفسه ولا يستطيع البار أن يحيى ببره في يوم خطيته يبقى بيأكد تاني أنت يا إنسان مسؤول عن حياتك اخترت الشر عندك فرصة تختار الخير وتغير موقفك وترجع اخترت الخير حاسب لتغير موقفك وتختار الشر وتضيع فالقرار ملكك ويفضل ملكك لآخر العمر إذا قلت للبار حياة تحية إنسان مستقيم ومسك في ربنا وماشي في النور يا بختك كده سكتك على السماء كويس تشجيع حل فالتكل هو على بره وآثمة بره كله لا يذكر لأتكل على بره دخلنا في الفريسية بتاعت اليهود والكبرياء والبر الزاتي هيبطل توبة وهيبطل جهاد وهيبطل خدمة وهيبطل تعب تكل على بره تكعل على البر يجعله شرير على طول طلعه من الخط وآثمة طبعا هيستهل الغلط بقى من عامل خير كتير فإيه فاكر نفسه يعني مدين ربنا يعمل بره كله لا يذكر بل باسمه الذي فعله ويموت زي يهوزة ربنا يحمل كل يهوزة تمهو مشي مع المسيح وعمل خير وراح قرى وبرشر زي إخواته التلاميذ ويمكن عمل معجزات وخرك شياطين إنما بره لم ينفعه لأنه أثمة بإرادته وسبب السكة دي كله وإذا قلت للشرير موتاً تموت إن رجع عن خطيطه وعمل بالعدل والحق إن رد الشرير الرهن وعوض عن المختصف هنا بقى يقولها بالتفصيل عارفين ليه عشان محدش يخدها بالسبب كده يقول اهو رجع عن شر يعني قال أنا آسف لا استنى هي التوبة توبة والتوبة لازم يبقى لها ايه ثمار لازم لها أعمال لازم فيها قرارات لازم واضحة المعالم فبيقول بقى إن رد الشرير الرهن لأنه ارتهن يعني إذل الناس وكان بيدينهم وعوض عن المختصف وسلك في فرائد الحياة بلا عمل اسم فإنه حياة يعني دي توبة بجد زي بتاعة زكة كده لما تاب رد الفلوس للفؤرة وبقية الفلوس رجع اللي كان ظلامهم هنا ده واحد شرير بيرجع عن شره بجد إنما مش كلمة يعني فإنه حياة يحيا لا يموت كل خطيطه التي أخطأ بها لا تذكر عليه عمل بالعدل والحق فيحيا حياته بدل استقام فعلا وماشي في النور بجد حياة يحيا عاوز أقول لكم حاجة جات في بالي كده يمكن بره الموضوع بس شايفها مهم ليه في زواجات كتيرة اليومين دول اللي بتدت تتهز لأنه الطبيعي إن سر الزواج زي أي سر مقدس لازم اللي يتقدم إليه يبقى تائب وتائب توبة حقيقية إنما نفاجأ واحد طبعه كدب واقف قدامنا هيجوز هو أنت ما توبتش عن الكدب أنت جاي تتجوز إزاي الجوازة دي هو بقوز ليه لأنك إنت غير تائب تقول طب ما الناس بكلها بتجذب أيوة بس الكدب يعني يدخل شطان بيتها كي بقى الجوازة دي لازم هتتهز طبعا مش كان لازم تتوب وتكره الكدب وتجاهد ويبقى طبعك لا يمكن تجذب وبعدين تاخد البناية الغلبانة دي عشان تعرف تعيش معاك لكنك إنت بتستسهل الكدب ودخل على زواج وعاوز المسيح يعط إيده عليك طب ما هو أنت كده ابتديت غلط واحد له علاقات كده إيه مش مريح وبعدين يقولك جوز أنت توبت يا ابني عادت قد إيه بعيد عن اللخبطة واحد مدمن ويقولك جوز استنى من إمتى سايب الإدمان واستقمت ولا لا وعاشت حياة نظيفة ونقية فترة ولا لسه هو بس هتطلع من الحفرة دي فاجأة على الجواز طبعا الجوازة دي مش مبنية على توبة نفس الكلام في كل حاج واحد جاي عاوز يتناول تتناولي زي بس حبيبي هو أنت توبت بجد أنت صالحت إخواتك أنت دفعت اللي عليك أنت التزمت بكلام ربنا وصياه كتعبير توبة الأول ولا هو التناول بقى لعبة ففي ناس بتتقدم للأسرار بجسارة مش فهمة يعني إيه توبة هنا بيوضح بعد ما قال الشرير يطرق شره بتده يدينا أمثلة لو كان اختصب شيء لازم يرجعه عشان تبقى توبة صادقة مش مجرد إيه كلمة كده وخلاص حياة يحيا لو تاب لا يموت كل خطيته التي أخطأ بها لا تذكر عليه عاملة بالعدل والحق فيحيا حياة أبناء شعبك يقولون ليس الطريق الرب مستوية بصوا بقى شوفوا ربنا قد إيه حقاني وعادل ولما تقروا الكلام ده بالذات فتكروا إصحاح 32 ما حدش فينا يقدر يقول ربنا ما لهوش حق لهو حق جدا لأنه فاتح باب التوبة لآخر العمر طيب ورحمته واسعة جدا وبيشيل كل الخطايا يا أطيب من كده لما يقول بقى للشرير اللي هيبضل يعنت في شره نهايتك وحشة وأنا بحذرك يبقى ربنا وحش ولما يقول للبار خليك واخد بالك من نفسك لأنك لو قلبت شرير كل اللي عملته هيروح عليك يبقى ربنا وحش ده عادل جدا يقوموا الناس يقولوا ربنا سكته مش سوية يعني مش عادل بل هم طريقهم غير مستوية اللي بيقول كده هو اللي مش عادل وهو اللي عاوز يغلط وربنا ما يكلموش وهو اللي عاوز يسوق فيها ويعمل اللي هو عاوزه كأن ربنا مش موجود فقال لا طريقهم هي اللي غير مستوية عند رجوع البار عن بره وعند عمله اسما فإنه يموت به بعدها تاني لو رجع عن بره ومشي في الغلط هيموت بالغلط وعند رجوع الشرير عن شره وعند عمله بالعدل والحق إنه يحيى بهما يبقى أنت دلوقتي لازم تشوف موقفك أنت شرير ولا باي يعني أنت مسك في ربنا ولا بعيد عن ربنا اشتغل دلوقتي لأنك ما تعرفش بكرة ده هيجي ولا لا أنتم تقولون أن طريق الرب غير مستوية إني أحكم على كل واحد منكم كطرقه يعني من عدل الله إنه بيسأل كل واحد عن حياته مش بيحكم كده بمعايير خاصة ليه هو بس لا ده هو بيقولك أنت حبيبي اللي بتشهد على نفسك حياتك هي اللي هتحدد مصيرك ما يبقاش عدل ليه ده بقى ما تكون حياتك ومعاك حرية حقيقية ومعاك طريق وطحين أصادك وانت اللي بتختار وعندك فرصة تراجع في أي وقت طيب يبقى ربنا بقى إيه لا يلام أبدا طبعا فهنا بيقول أنتم تقولون طريق الرب غير مستوية إني أحكم على كل واحد منكم كطرقه ويبقى كده المفروض نقوله معاك مليون حق يا رب ده اللي هتحكم علينا كطرقنا يبقى إحنا اللي مسؤولين عن الدينونة يبقى كل واحد فينا ما يقدرش يبص بصة ويقول له يا رب ظلمتني بالعكس يا رب انت رحمتني لأني مع كل الشر ده برجع لك بتقول لي خلاص حبيبي أنا مسامحك يا الله بس تمسك إيه في الصح لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين ناخد آية بتقول إيه إني لا أصر بموت الشرير إني لا أصر بموت الشرير قولوا معايا طيب عشان نحفظها إني لا أصر بموت الشرير تفضلوا نصر اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السموات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشئتك كما في السماء كذلك على الأرض خفزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمزنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجل محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم أمضو بسلام سلاما ربنا كمار أمضو بسلامة